يبدو أن التحركات الدولية الخاصة بالملف اليمني والمصاحبة لاجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك أثمرت وصار بالإمكان الحديث عن جولة جديدة من المحادثات بين الحكومة ومليشيا الحوثي والمخلوع خلال الأيام الماضية كان المبعوث الأممي اسماعيل الدشيخ أحمد وزارة الخارجية الأمريكية يطالبون بهدنة لمدة 72 ساعة لإتاحة الفرصة لمزيد من المشاورات بشأن استئناف المحادثات وإتخاذ المواد الإغاثية للمدن المحاصرة ويبدو أن هذه الهدنة في طريقها للتحقق أخيرا وزير الخارجية عبد الملك المخلافي قال في تصريحات صحفية عقب لقائه المبعوث الأممي في نيويورك أنه يأمل بسريان هدنة إنسانية بداية الأسبوع المقبل وأكد المخلافي أن الرئيس هادي التقى مع مسؤولين من الولايات المتحدة والأمم المتحدة لسبوع الماضي ووفق من حيث المبدأ على وقف لإطلاق النار لمدة 72 ساعة مضيفا أن الرئيس هادي طالب أن يكون هناك استفادة من وقف إطلاق النار من أجل فك الحصار على تعز وإدخال المواد الغذائية في وقت متزامن مشيرا لأن العكومة تنتظر أن يتحدث المبعوث الأممي مع الميليشيا لتأمين هذه الضمانات ولد الشيخ أكد أن الأمم المتحدة تجهز قوافل إغاثة إنسانية لإرسالها إلى العديد من المناطق المنكوبة في اليمن مشيرا لأن التهدئة والحل السلمي سيمكنان الأمم المتحدة من استئناف برامجها الإنسانية والخاصة بإعادة الإعمار على الأرض يبدو المشهد العسكري وهو يقترب من وضع الهدنة فعلا مع الجمود الذي يحيط بالعمليات العسكرية في معظم الجبهات إلا أن تصعد غارات التحالف يشير لأن الهدنة المرتقبة لن تسري في وقت قريب أما العودة إلى طاولة المفاوضات فدونها تعقيدات تجعل من تحققها في الوقت الحالي أمرا غير وارد